السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ان شاء الله هنبدأ مع بعض كرس تعليم الورد برنامج مايكروسوفت وورد طبعا هناخد الموضوع ببساطة ومن البداية خالص وهناخده على اجزاء جزء جزء عشان يبقى الموضوع سهل وبسيط عليكم النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع اول محاضرة وتابعوا معنا الفيديو ده للنهاية انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود اهلا بكم من جديد في البداية وقبل ما نبدأ في الشرح ياريت تنزل تعمل اشتراك من زر الاشتراك الاحمر وتابع معنا الفيديوهات اللي جاية لان طبعا كل الفيديوهات هتكون مترتبة على بعضها لان احنا هنبدأ نشرح بالتدريج مع بعض هنعمل كرس شامل عن برنامج مايكروسوفت وورد وهنشرح كل جزئية فيه عشان تقدر تكون متمكن في هذا البرنامج وتقدر تعمل به شغل كويس جدا يلا بينا نبدأ الشرح على طول في البداية هنتعرف على طريقة فتح البرنامج وطبعا البرنامج ممكن افتحه بطريقتين الطريقة الاولى ان انا اضغط كليك يمين على سطح المكتب واختار كلمة new وبعدين اروح على مايكروسوفت وورد وابدأ اسميه باي اسم يعجبني مثلا تجربة كده خلاص اصبح الملف موجود وجاهز للتعديل اضغط عليه مرتين هيفتح للبرنامج بشكل مباشر زي ما انتوا شايفين دي الطريقة الاولى لفتح البرنامج الطريقة التانية اروح على قيمة ابدأ وابحث عنه في التطبيقات اللي موجودة هنا طبعا بنزل لحد ما اروح لحرف الW وهتلاقي طبعا موجود تحت خالص عند حرف الW ادي مايكروسوفت وورد هوا واضغط عليه هيفتح للبرنامج دي الطريقة التانية الطريقة التالتة ان انا اروح للبحث واكتب هنا وورد على طول هيظهر لي طبعا في اول قيمة البحث واضغط عليه كده انا فتحت الورد ودي تلات طرق لفتح برنامج الورد تعالوا بقى نشوف لما نفتح البرنامج ايه اللي بيظهر لي هنا بيظهر لي طبعا القيمة الرئيسية وعندي هنا كلمة جديد ودي قوالب جهزة القوالب الجهزة دي ممكن انا استفيد بيها لو بعمل حاجة سريعة زي مثلا بعمل سيرة ذاتية او بعمل تقويم او بعمل مثلا وجهل شيء معين فدي عبارة عن مجموعة من القوالب الجهزة اللي ممكن تسهل عليها الامر وفي عندي هنا كلمة قوالب اضافية لو ضغطت عليها هيظهر لي كل القوالب اللي موجودة ممكن اختار اي قالب منهم وابدأ اعدل عليه مثلا قالب السيرة الذاتية اضغط عليه هيقول لي طبعا هنا ان دي سيرة ذاتية بخلفية الكرات الزرقاء بيديني وصفة عن هذا القالب اقول انشاء هيبدأ هو دلوقتي يعمل انشاء بهذا القالب واصبح دلوقتي المعلومات اللي موجودة دي كلها قابلة للتعديل زي مثلا الاسم الاول ممكن اكتب هنا مثلا محمود وهنا اللقب مثلا ممكن اكتب مثلا حنفي محمود جمعة كمثال وابدأ هنا بقى اكتب الخبرات واكتب العنوان ورقم الهاتف والبريد والموقع على الويب والتعليم اللي هي المؤهلات طبعا والاتصالات ومهارات القيادة والمراجع وممكن اغير الصورة دي بكل بساطة طبعا ان انا ممكن اضغط على الصورة واجي مثلا من على تعبئة الشكل واختار هنا صورة واختار من ملف مثلا وادور على اي صورة موجودة عندي مثلا زي الصورة دي واقول ادراك على طول الصورة اتغيرت هنا بكل بساطة يبقى انا كده اخدت قالب جاهز وعدلت فيه على طول لو عايز ارجع للقائمة الرئيسية مرة تانية اللي انا كنت فيها اضغط على كلمة ملف فتحني نفس القائمة يبقى احنا عرفنا ان القسم الاولاني ده اسمه قوالب اضافية تعالوا نرجع للقوالب مرة تانية هتلاقي مجموعة كبيرة جدا من القوالب الجاهزة وهنا عندي طبعا متقسمة الى اقسام هنا اعمال تجارية هنا بطاقات يعني مثلا لو ضغطت على كلمة بطاقات هيجيب لي مجموعة من البطاقات ممكن استخدمها هنا لو حابب البطاقة اللي تعجبني او الشكل اللي يعجبني ممكن مثلا اروح على نعمل رجوع من هنا واروح على كلمة نشرات اعلانية هيجيب لي هنا طريقة عمل الاعلانات ودي باستفيد بيها لو انا عايز اعمل اعلان سريعا لحاجة معينة بدون متعب مثلا ممكن اخد الشكل ده واقول له انشاء وابدأ اعدل عليه اه دي مثلا الشكل هنا طبعا تصميم جميل جدا مجرد بس اغير الكلمات يبقى انا كده عملت اعلان بكل بساطة تعال نرجع للملف تاني ونقول قوالب اضافية وهتلاقي طبعا في هنا رسائل طريقة مثلا كتابة رسائل بشكل حلو مثلا وعندي هنا ايضا لو عملنا رجوع في عندي كلمة التعليم حاجات خاصة بالتعليم زي مثلا جدوى الاعمال في هنا جدوى الاعمال في هنا قواعد الملعب في حاجات جميلة مثلا ممكن اخد قواعد الملعب دي واغيرها واخليها قواعد الحصة مثلا يعني هنا قواعد الملعب التحلي بروح المسلمة واللطف والاحترام تضمين عناصر اخرى ممكن اكتب اي عناصر هنا طبعا شايفين الشكل طبعا جميل ومصمم بشكل ابداعي وبطريقة سهلة جدا يبقى انا دلوقتي عندي مجموعة من القوالب الاضافية اللي موجودة هنا اصمم اشياء بسرعة وبسهولة بتخليني طبعا ممكن اصمم اشياء باحترافية حتى لو انا لسه مبتدئ في برنامج الورد تعالوا نعمل رجوع كده لقائمة ملفه مرة تانية عندي بقى هنا الاشياء اللي انا فتحتها مؤخرا كل المستندات اللي انا فتحتها مؤخرا بتظهر لي في كلمة الاخيرة وعندي هنا كلمة مسبت الاشياء اللي انا عايزها تفضل موجودة وارجع لها بسرعة يعني مثلا ملف التجربة ده لو بصينا هنلاقي فيه هنا دبوس لو ضغطنا على الدبوس ده اصبح مسبت يعني لو رحت عندي كلمة مسبت هنا هلاقي كلمة تجربة موجودة اقدر في الحالة دي ارجع له بسرعة في اي وقت يعني الملفات المهمة ممكن نضع عليها دبوس بحيث ان انا ارجع لها بسرعة زي مثلا لو قلنا اختبار تجريبي اروح اضطي عليه دبوس مثلا هنا اصبح اتنين مسبتين بالاعلة هو ولو دخلت على كلمة مسبت هلاقيهم موجودين الملفين اللي انا عملت لهم تثبيت وكلمة مشترك معي هي عبارة عن الملفات اللي تم مشاركتها معي من احد الزملاء زي مثلا الملف الاول ده شاركوا معايا الاستاذ مصطفى بتاريخ مثلا تسعة ستة الفين واحد وعشرين والملفات دي بيتموا مشاركتها عن طريق مثلا التيمز او عن طريق الوان درايف او عن طريق اي برامج المايكروسوفت اللي موجودة يبقى دي الصفحة الاولى اللي هي الصفحة الرئيسية وعرفنا ازاي بنستخدمها وبنستخدم القوالب اللي موجودة هنا عندي بقى بعديها حاجة اسمها جديد وهنا معناها ان انا هنشئ ملف جديد طبعا لما انا قلت هنشئ ملف جديد بيقول لي انت عايز تنشئ ملف فارغ ده مستند فارغ اهو او عايز تنشئ ملف جديد من القوالب اللي موجودة دي طبعا انا ممكن اختار قالب من القوالب الموجودة اللي انا محتاجها لو كانت طبعا متوافقة مع الشيء اللي انا عايز اكتبه او ان انا ممكن اعمل مستند فارغ وطبعا هيفتح لي في الحالة دي مستند ابيض فارغ مفوش اي معلومات طبعا الملف ده على طول بما ان انا فتحته على طول اعطاله اسم افتراضي اللي هو مستند خمسة واعمل له حفظة القائب بشكل مباشر لو انا عايز اغير الاسم ده ممكن اجي من الملف واختار كلمة حفظ باسم وابدأ اغير اسمه عن طريق ان انا اختار المكان ان انا اخزن فيه طبعا هو بيديني هنا اماكن متعددة بيديني مثلا وان درايف والشير بوينت دي حاجات خاصة بالانلاين على طول يعني ممكن احطه على الوان درايف او الشير بوينت او ان انا ممكن احطه على الوان درايف الشخصي الخاص بي انا وممكن احفظه على الكمبيوتر الشخصي الخاص بي انا اضغط على كلمة الكمبيوتر الشخصي وهتلاقي هنا عندي طبعا اسم الملف ممكن اكتب اسم الملف مثلا تجربة اتنين وهلاقي مثلا هنا مزيد من الخيارات عشان اقدر احدد المكان ممكن احدد المكان مثلا على الديسك توب واقول حفظ كده انا حفظت الملف ده باسم تجربة اثنين وهتلاقي الاسم من فوق هنا تغير واصبح اسمه تجربة اثنين يبقى انا دهوقتي عرفت ازاي من قيمة جديد ان انا افتح ملف جديد من كلمة مستند فارغ او من القوالب الجاهزة اللي موجودة هنا تعالوا بقى انا اتعرف على قائمة فتح هلاقي في قائمة فتح طبعا ان انا ممكن اجيب الملفات الاخيرة اللي كانت مفتوحة عندي وطبعا بيديني هنا كل الملفات اللي انا كنت شغال عليها او ممكن مثلا اجيب الملفات اللي هي مشتركة معي ودي كل الملفات اللي تم مشاركتها معي او ممكن ان انا افتح الملفات اللي موجودة على الوان درايف فبيفتح لي طبعا كل الملفات اللي موجودة على الوان درايف او الشير بوينت وبيفتح لي هنا كل الفرق اللي انا منضم اليها طبعا الفرق دي انا انشأتها على Microsoft Teams فلو دخلت على تعليم بلا حدود هيجيب لي الملفات اللي موجودة fermer في تعليم بلا حدود ممكن افتح اي ملف منها كمان ممكن الone drive الشخصي وهنا يفتح للone drive الخاص بي انا مش الone drive الخاص بكل الفرق فممكن افتح مثلا الone drive الخاص بي انا وافتح اي شي انا عايز وممكن افتح الملفات اللي موجودة على الكمبيوتر الشخصي اضغط هنا كده وهلاقي طبعا المواقع كلها موجودة طبعا ده ممكن اضغط مثلا على الورك وأشوف بقى الملفات بتاعتي موجودة فيه مثلا زي ابن الذهبي مثلا يبقى انا كده فتحت هذا الملف ملف ابن الذهبي وهنا عندي اضافة مكان ممكن اضيف مكان يعني اضيف ايميل جديد على الوان درايف بحيث ان انا اقدر اجيب الملفات اللي موجودة عليه لو انا عندي ايميل تاني مثلا وعندي هنا استعراض وده بيفتح للكمبيوتر بشكل مباشر وابدأ اتصفحه بالطريقة القديمة اللي كانت موجودة قبل كده ممكن افتح الدسكتوب او افتح دوكمنت او افتح اي مكان عن طريقة التصفح العادي واختار الملف اللي انا محتاجه وبعد ما اختار الملف اللي انا محتاجه اقول له فتح هيفتحه لي على طول طبعا يبنى كده دي طريقة فتح الملفات في الورد يبنى اتعرفنا على الصفحة الرئيسية وعلى طريقة انشاء ملف جديد وعلى طريقة فتح ملف موجود وكمان اتعرفنا على طريقة حفز الملف بإسم وف مكان معين المرة الجاية ان شاء الله هنكمل بقى ونشوف بعد ما فتحنا الملف ايه اللي احنا هنعمله فيه طبعا تابعوا الدورة دي لان احنا هنقول كل مرة معلومة جديدة باستمرار اشوفكم في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته